ليس في إيران وإنما في العراق يصبح يوم مقتل قاسم سليمان والمهندس يوما رسميا تجدد فيه الميليشيات أحزانها وتنكس أعلامها وتعطل الدوام وتريد فرض تمجيد المجرم على ضحاياه حكومة السوداني وعلى استحياء نفتا يكون يوم الثالث من كانون الثاني عطلة رسمية إلا أن العديد من المحافظات أعلنت رسميا تعطيل الدوام بمناسبة الذكرى الثالثة لمقتل سليمان والمهندس أحياء فصائل الميليشيات هذه الذكرى يجري في ظل حكومة تسيطر عليها قوى الإطار التنسيقي التي تضم العديد من الكتل والأحزاب التي يوحدها الموقف من قضية سليمان والمهندس لكنها تختلف لجهة كيفية إقامة علاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية هذه الميليشيات التي تبيع الشعارات لأتباعها من قبيل الانتقام لسليمان والمهندس لا تجد حرجا من التقرب من واشنطن وتنفيذ مصالحها مقابل غض الطرف عن مشروعها الرامي لإحكام السيطرة على جميع مفاصل العراق وبالعودة إلى الضربة الأمريكية التي قتلت سليمان والمهندس فما زالت تبعاتها حاضرة إلى الآن من ناحية إحداثها خللا في البنية العسكرية لميليشيا فيلق القدس حيث يعتبر سليماني الرأس المدبر لنظام خامناء ككل ولا شك بأن مقتله زعزع مؤسسة خامناء العسكرية بل حتى كانت له انعكاسات عن الميليشيات التابعة لإيران في كل من العراق وسوريا ولبنان صورة سليماني في ذكرى مقتله بين نقيضين الأول تمجيد عند الميليشيات والثاني مصدر الشر والدمار والقتل عند العراقيين والسوريين وكل من طاله إجرام مشروع النفوذ الإيراني فمن بغداد إلى حلب وصولا إلى بيروت لم تبق منطقة إلا وترك سليماني فيها بصمة الإجرام والقتل والتهجير اشتركوا في القناة